حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال حدثني سليمان بن سحيمين عن أمية بنت أبي أصلت عن امرأة من بني غفار وقد سماها لي قالت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة من بني غفار فقلنا له يا رسول الله قد أردنا أن نخرج معك إلى وجهي كهذا وهو يسير إلى خيبر فنداوي الجرح ونعين المسلمين بما استطعنا فقال على بركة الله قالت فخرجنا معه وكنت جارية حديثة فأرضفني رسول الله صلى الله عليه وسلم على حقيبة رحله قالت فوالله لنازل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصبح فأناخ ونزلت عن حقيبة رحله وإذا بيها دم مني فكانت أول حيضة حدها قالت فتقبضت إلى الناقة واستحييت واستحييت فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بوراء الدم قال ملاك لعلك نفسي قالت قلت نعم قال فأصلحي من نفسك واخذي إناء من ماء فاطرحي فيه ملحا ثم اغسل ما أصاب الحقيبة من الدمي ثم عود لمركبك قالت فلما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر ردخلنا من الفيء وأخذ هذه القلادة التي ترين في عنقي فأعطانيها وجعلها بيده في عنقي فوالله لا تفارقني أبدا قال وكانت في عنقها حتى ماتت ثم أوصت أن تدفن معها فكانت لا تطهر من حيضة إلا جعلت في طهورها ملحا وأوصت أن يجعل في غسلها حين ماتت